نعم طيب دكتور وليد أنا يمكن الآن خطر بدهني سؤال اليوم من أشهر اللوحات اللي الناس تتمنى اقتناها هي لوحة الموناليزة أنا شخصيا وقف طابور الله لا يواريك يعني يشكتر وقف بس عشان أصور معها أنا أكثر ما تستهوني أبدا لا أنا أحب أحس فيها سر ودي أكتشف هذا السر فوصلت المكان بشوف بعد ما صورت فوايد ناس قالوا لي ترى هذه مو هي الأصلية حتى يعني المعروضة في المتحف هي مو الأصلية أساساً لأنتي نطرتها فعندك يعني قصة هذه اللوحة وهل فعلاً هي الموجودة في متحف اللوظر ولا لا؟ أنا كونها أصلية ومو أصلية يعني ما عندك لكن عارف قصتها أو أساس شهرتها للناس اللي تقول تكوين متلة اللي فيها أو العين للطالع صح هي قصتها ليش انشهرت بالعمال فيه فنانتان كان رافايل عنده عمال ممكن أيو أحسن منه لكن هي صاحبتها حدث أنه في ذاك الوقت كانت توقعت تنتشر الجرايد الصحف الوراقية يعني المجتمع تعرف توزيع الجرايد ففي الوقت هذا انباقت اللوحة موناليزة وليش أن وجود الجرايد بدأت تنتشر عند الناس فانشهرت سالفت أنها انباقت اللوحة راحت اللوحة لدرجة أن الناس قاموا يزورون الطوفة المعلقة فيها اللوحة واللوحة مو موجودة فحدث كان انشهر يعني هي مو موضوع أنه أنا وين ما أروح تطالع عني لا يعني أساس شهرتها هذه فبعد ما بعد ما اللي سرق اللوحة بكل غباء حاول يبيعها صادوا ورجعوا اللوحة مكانها فالدراما اللي صارت هذه هي الأشهرت اللوحة وخلتها متقدمة على كثير من اللوحات معاصرة حقها إذن هي ضربة حظ لهذا الفنان نعم شفت شون الحظي العبدور الحظي العبدور بس أنا أشوف لوحة دكتور وليد تفوقها جمالا وفيها مشاعر ويعني أنا أستمتع في هذه اللوحة أكثر من الموليزة يعني وأنا بالنسبة لي أشوف هذه اللوحة أجمل من الموليزة بمئة مرة يمكن هذا راجع لنا هذا يعني يعني ما ننقل أحداث اللي قاعد تصير في سوريا والأحداث الحروب اللي يعني من خطحنا مرينا في غزو دكتور كلامك يعني على ما تم أنا أول الأمانة أول ما شفت اللوحة يعني ذكرتني في يعني الله يحفظهم وإن شاء الله يا رب الله يفك عوقهم سوريا والأحداث اللي صارت في سوريا ولقطات الإخبارية لحظة انهيار الآباء في مثل هذه الأحداث ففعلا أول ما شفت أنا ذكرتني بهذه اللوحة معتل أبو عزيزة ما تنزل سهالة عرشان دزلت تتعور عرشان في عشان تريد دائما الأبو الحزن على الأبو يكون وايد قوي أكيد